نستجيب ده طرح من أستاذ موسيم ونسمع بقى أنا سمير عبدالباقي طيب لآن قبل ما أتفخر بأن أنا سمير عبدالباقي أقول لكم قصيدة ملعون أبو الشعب برضو تمشيا مع سياستي في هدم الأشياء مهما كتب وتقالي شفت زي الشعر ناس أندال نلبس الكركوبة توب موال ونبدل الأقوال ونوصف الحالة بغير الحال نولد البغلة أمير وعيال ونغني للعمال والحرية وإحنا كتبها عند دراس المال تزعلوش مني أنا بقولي على نفسي يعني ملعون أبو الشعر صنعا كان وطبيعة حرفة عصية ما تحرن في الخلا وتقن أو تكن مطيع دعودك تسمع وما تميزش حسك المعتل المستغني بوجيعة وصوتك المعتلي المستعفي بوديعة تضمن دوام الحال حسبة في آخرها ليه؟ ما فرقتش الشروة من البيعة سهلة الإجابة قطيعة محتاجتش سؤال ما دمت عايم على المية كبقعة زيت أول ما غرقت مركب العمال أنت أنا جيت عديت بحور الخوف وما تبلتش إذ كلمتك بالحرف موزونة وغنوتك صالحة الجميع لحوال مين اللي قال إنك انت كبرت على مهلك وإن القدر استخار الشعر فاندهلك نسد ما صاحبك وسقت في جهلك حققت كافت ما كنت بتشتهي وتريد نسوان وفتة وضمان من البنك بالتجديد كفرت يا بعيد أصبحت تنسى في صباح العيد بعيد أهلك هو إحنا كنا ضرائر هو إحنا كنا ضرائر ولا كنا عبيد اسأل سمير عمره زماننا ما كانش في إيزافيتش ضرير ولا القليل اللي جمعنا على القهوة فرقنا وانت كبير عفوك يا صاحبي كان الرغيف الفول يهمينا بنقسمه الأربعة ونشبع يكفينا لشكينا قولون ولا في بولينا شكينا ونبد بنحلم سوى نشبع برز وطير هلم الجعان العيش بين البرابرة وريش العدل كان في الحر ضلتنا عينينا كانت لبعضينا مراسينا وعمرنا مشوير من العجوزة لإنبابة لدير مينا ما كانتش أمك عندها فريجدير نعتش فنغرب بالحفان مزير يا متخلف موارد حرير الفقر مش نعمة لا الفقر مش نعمة لا لكننا استغنينا فاستعفلنا بالشمس والخضرة وضل التوت وبالدستير بالضحكة لجل انتأمننا لدخول البيت بالبرتقان والمشمشة في فبراير بالبحر عن أنوان بالفلسفة بالشايف خمسينة وبالمزامير بدوان رودة يزلزل المعتاد قصة لمحمد جاد حدوت الفوات حداد تجوز الشاعر الهربان لست العزن يملك حصانه من البرار بلاد بقصص غرامنا اللي كانت نية وما بيفرش في ليالي من غير بنات أطول من الأعزان وأضيئ من الزنزانة نفتلها من هموم الناس حبال الصبر في غطان رجوعة وسنين كمكعوب الفلاحات جربوعة لكنها بالرضا بتخف في الموجوعة بحلم زي العسل يشبع الجوع تسمع الطرشة بجانيني تصحح جوه القلب مجانيني أحب إبطية نزور لزهر نعرف الخواجات بشيخ درويش تزيح ليالي تباريح في زنازيني وبالسماح تحييني وتخليني أغفر زنوب السجن العسكري واضرب سلام للفرانين في الجيش واشكي غرامي وسر للمخبر وافرح لأنه نسي من مدة ما أخذنيش وسمح لبد الأميس النص كوم مجحيش كانت السياسة فصحة والفن زوق وسماع والإنسانية بكل بساطة كما هي نحب بعض بصراحة كانت عباطة بلاش ما تجرحنيش ما كنتش عرف تهمة الشعر ولا حيلة الإنسان إزاي يكون المستحيل غلطان ولا كنت حس الجهل حين يحكمك على مزاج الالتزام يخرسني أو يشكمك ولا مين كتير وقليل من فينا حين يخشى يخشع ويخضع العشاء ويخضع العشاء لظلم الليل ويسلم الخايف إلى التهويل لكتبة كانت على الحلال أدرة حصل المحال وتحقق الموعود عرب ويهود وهم التجني يسود انفرطت الموويل العود يجن ويكره الترتيل والنيل نس الشعر واستكفى بخيال محدود لا توت ولا غيط نصارة ولا نخيل ولا تيل رغيف فقار الوطن أخضعنا للتدويل أخضعنا للتدويل أخضعنا للتدويل أخضعنا للتدويل يمكن الراجل الجميل ده حصل على لقب وسط المتفقفين اجتمعوا عليه دون أن يجتمعوا هو عم محمد كامل حصل على لقب أجمل قائمة أعتقد اللي كان هيمتعنا جداً بشاهدته لو كان موجود معنا فربنا يديله صحة يا رب ويقوم من الوعق الصحية دي بالسلامة خوضتين كده ويأتينا الله أنا اقتصرت شلياً هو خرج النعرضة من المستشفى الصابق عشان كده مقدر شلياً الرسالة التانية هي رسالة شكر لأنهم جم علشان بيحبوا أستاذ سمير من غير ما يعرفون لأستاذ عبيل فاروق وأستاذ فهد السيدة أستاذ عبيل فاروق صحفية وأستاذ فهد إعلام فأنا بشكرهم بجد على يعني مجيئهم لحب أستاذ سمير أنا عايزة بس أقول لأستاذ سمير حاجة علشان اللابة الفريقونية المشهورة اللي معتاز بياض العمري لا دا يتعامل لها كتاب دا يتعامل لها كتاب نا يتعامل لها كتاب هل يتعامل لها كتاب نا يتعامل لها كتاب فأنا عز أقول لها فأنا بسمع حضرتك حدك بصورت من أزائقي بس أنا عز أقول لأن أنا حبيت أسرق أحساس من أحاسيسك أسرق أحساس من نظر في السوطة وترجمها بدالك بسي مشاعري يعني هقولك إنك كنت عايزة كاملة مكالمة وهتقولي الكلام دا بس أنا قدت أقوله بدالك شكرا جميل والله ويغيبو عنا بجسموه ويدن من الحميد بسموه جوانا عايشين ولا بيتين وإيه يفرق كده ولا كده في الحدين كلنا عايشين بالصمد هوادي ده سامير عبداللهي شكرا جميل في الكلام ده ولا لا